بداية الأمر أنا صغير وأذكر أمي رحم الله أمهاتكم وأباكم تطحن بالرحة وأنا أنام على نجله ويتنعى وتبكي وأنا أتعجب وحتى في وقت والأوقات سألتها لماذا تبكي؟ تقول أبكي على الحسين وكانت تقول شعر فوقع في قلبي حب الحسين وذكر الحسين والبكاء على الحسين وقد عرفت بالأخير أن الأم هي الأساس في الحقيقة ولذا قالوا الأم مدرسة أن أعدتها أعدت شعبا طيبا أعراقي فبدايتي من ذاك من الصغر يعني أول مرة أصعد بها المنبر كان عمري عشر سنوات وأول قصيدة حفظتها من لسان الشيخ حسين آلم عدل يعيش في ناحية الحرية جنوب الكوفة رحمة الله عليه إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها ولذا أقول في شعر أيضا من نوع لوذية خدمت حسين عمر سنين عشرة وعاشرت المصايب خوش عشرة أنا كل يوم اليوم كل وقت عشرة وأنا بكل دار عندي الغابر فالبداية يعني مبكرة بالنسبة لقرأتي على الحسين سلام الله والحسين في كل جانب من جوانب بدني وفي كل ذرة من جسدي سلام الله عليه بل وفي كل قرأة من دمي الحمدلله، أول ممتعي من إمام حسين كانت أن أبعاً 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 لأمسكة في محرم أبعاً وأنا أردت لماذا كانت حسين بالأمر في الوقت كانت أبعاً أبعاً بشكل عشر أبعاً 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 وكنت أبعاً أبعاً إلى الحسيني هذا هو where I falls Sure الآن، أ sport strands أبعاً لماذا كيف إلى أن أبعاً رسمًا لكن كما أвоاب س purposes أ Lazio ر trava يمت بأمر أعلم أنه مختلفة. أتذكر أنه في المنزل الولادة في المنزل أميزنا في المنزل المترجم ونزلنا في المنزل المنزل المترجم صاحب الوادي أحسي يا أخويا يا أبويا أنا فتحت عيني في مجتمع وفي قرية تحفل بذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه أما بالنسبة لأبي وأمي وأخوتي وأخواتي وأقربائي وأعمامي كلهم يقيمون عزائي الحسين وأنا كما قلت في البداية وأنا صيب صغير كنت أتوسط حجر أمي وهي تطحن الرحى وأسمعها تنعى على الإمام الحسين سلام الله عليه حتى في ذات مرة أسمعها تنعى وتبكي وأنا أتعجب ليش هاي أمي تبكي ولسا في بالي صوتها ونغمتها وكلامها اللي يقول تقول لك عن لسان العليلة أنا جوعد وشي يرضى عنهم ويحملون وانا تفكر لهم وشني غريبة ومان منهم وظلموحش ومجدر ونزلهم وتبكي أقول لهم من هي هاي عليلة الحسين فاطمة بنت الحسين اللي تركها أبوها الحسين في دائرة وسافروا إلى العراق فهذا خل في قلبي رغبة للاستماع مثل هذه الأشياء لأن تحبها أمي ولما صر الصبي قمت أن شوي يا أبوي للقراية فمهمتي أنه أروح للقراية أسمع كلام الخطيب اللي يتكلم هناك بمثل هذه الأشعار ومثل هذه اللهجة وأحفظها وأجاعتها على أمي لأن هذا يفرحها وشوفها من أعظم الهدايا إلىها يعني وبيئتنا هي بيئة حسينية وولائية ومن هذا الطريق مطلق لها والقرية اللي شنطاني أعيش بها والمجتمع بأكثر من خمسة عشر وعشرين خطيبين على الإمام الحسين سرام الله عليه وذولهم لهم تأثير على المجتمع نجيل في ذلك الوقت الأولى هو أن المجتمع اللي أنا فتحت عيني بي من شيباء ومن كبار ومن ناس يتكلمون عن أهمية عزائل حسين والبكاء على الحسين متأثرين بالإمام الحسين سلام الله عليه وهذا صار يعني في نفسي بعدين أنا يعني جيت إلى المنبر من صغري وأنا في سن العاشرة جيت بكل فطنة وذكاء ومؤمن بقضية الحسين ومفجوع بقضية الحسين وكل ما بذهني أن الإمام الحسين سلام الله عليه صاحب قضية شرعية وقتل من أجل دين جدها رسول الله آمر بالمعروف وناهي عن المنكر وأنه مظلوم وبعدين أنه لما رحت في المدرسة وفي المجالس العامة والخاصة وفي الحوزة واللي سمعت من العلماء ولقعت وياهم من كبار علماء في الحوزة وخصوصا أيام السيد الحكيم رحمة الله عليه السيد مساء الحكيم وذاك الجيل اللي إحنا عشناه في الحقيقة كان متأثر بقضية الحسين سلام الله عليه بالأضافة إلى هذا يعني صار عندي معلومة من الناحية التاريخية ومن الناحية اللي أنا أعيشها بالمجتمع صار عندي أن لفاء الحسين والبكاء على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو العزاء الحقيقي للحسين رفاء الحسين وبكاء على الحسين مأتم الحسين أنا ناصب مأتم على الإمام الحسين فيجب أنه أنعى الإمام الحسين وأبكي على الحسين وعندي ناحية هذه هواية جدا مهمة ولذا أن أهيب بكل الجماعة وبكل الناس الذين هم يدعون إلى الدين في الحقيقة أن قبل أي شيء يبدؤ كلامهم برثاء الحسين ويختمون برثاء الحسين وبعدين النبي صلى الله عليه وآله بيّن أن قال أي داعية يدعو الناس للهداية ولطريق الصواب فليأخذ بذاكرته وفي عقله أن نور هذا الطريق نور هذه الهداية مصبع الهداية هو الإمام الحسين سلام الله فالحسين مصباح الهدى قال النبي إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة فاللي ما عنده حسين وما مهتم بقضية الحسين سلام الله عليه يعني أنا ما أشوفه في الحقيقة أنه داعية إلى الهدى لازم إلي يكون حسيني ويهتم بالقضية الحسينية وأنا شايف ناس يعني يقدم بالحسين وكذا ويسويه ويزوره من القبيل ويشويه مجالس لكن مو حسيني أنا فيه رأييه يا شيء مو حسيني الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام موضوعه وقضيته والبكاء عليه هذا مدعوم من قبل الله ثم ما أكو شيء ما بكى على الإمام الحسين والحسين سلام الله عليه علامة على جبين كل شريف وطاهر وأم حافظة في الحقيقة الإمام الحسين كل إنسان من لقم خلال ومغفو فيكون حسيني وولائي وبكاء والحسين يبكي عليه الأشراف كان هذا الشريف شيعي أو غير شيعي مسلم أو غير مسلم من أي قبيلة الكل بكى الحسين كل شيء في عالم الكون أرخى عينه بالدموع يبكي حسين نزه الله عن بكا وعلي بكى وكان لله عيناه ما من شيء إلا بكى على الإمام الحسين ثم الإمام الحسين سلام الله عليه من ساعة اللي قتل وإلى يومنا هذا ده تحارب قضيته وكل من حارب أكل عليه الدغر وشرب وحتى الإنسان المحسوب على الحسين وعلى ملاكة للبيت وشيعي ويخدم الحسين لكن ما عنده خلاص الحسين طرده ملتفث فما بالك بمن ما إلى علاقة بالإمام الحسين ولا يعتقد بالحسين هذا ما إلى فرد أصول ولا إلى عراقة هذا سرعانة مثل الطحلب يروح هذا الطحلب يضربون بمثل أنا شايفه ما إلى أصول حبيبي فالأصول للإنسان اللي هو بكاء على الإمام الحسين ثم قضية الحسين مو مرحلية قضية الإمام الحسين والله إحنا ساكذا خسر إلى 1400 سنة قضية الحسين 14 قان صار نعم من يوم قتل الحسين إلى 14 قر مر على قضية الإمام وستبقى قضية الحسين ولا نهاية لها إلى يوم القيامة إذا ما تتهي الواد وصارت قيامة همك قرائة نعمك قرائة وعدنا أخبار عن الأئمة حتى يوم القيامة تخرج الزهراء وتنصب ثلاث مجالس على الإمام الحسين ويسمعها كل العالم أنا من ناحية خدمة للحسين رأيت كل خير الشيء الأول ما افتقرت مرة ولا ذليت مرة ولا قطع الله معروفه عني مرة واحدة تكريماً لي وليه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأنا أقول للشباب إذا كنت تبكي على الحسين وتحضر ماتم الحسين وتلطم على الحسين وتقرأ على الحسين وشجع ماتم الحسين يجب أن تتحلى بأخلاق الحسين وإلا لطمك وبكاءك وزيارتك لا قيمة لها وربما غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أن تتخلق بأخلاق الحسين وأخلاق الحسين أن تكون ورع في دينك تؤدي الأمانة صادق في حديثك تحسن أخلاقك مع الناس بار بأبويك مواصد لأرحامك توقر الكبير ترحم الصغير تكون صادقاً لا تكون كاذباً ولا تخون الأمانة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلل وتحرم ولا تكون عنصري وطائفي لأن العنصرية والطائفية الموجودة الآن من صنع المستعمار حتى يضعف المسلمين ويهلكونهم ويسفكون دماؤهم يصير بعضهم يقتلوا بعض والخصم يتفرج علينا فتمسكوا بالحسين واتخذوا الإمام الحسين سلام الله على علم هداية إلى المحبة والألفة والتلاء أم الأخلاق الطيبة الفاضلة أكثر ما يأذيني ويأثرني زينب اللي هي قمة الأفة والحشمة والكرامة والأخلاق وهي التي تمثل الحجاب تمثل العظم أتمثل القداسة أتمثل نعم رضى الله أمها فاطمة الزهراء اللي هي مطبقة أحكام الله هي اللي كان أمير ممني طلحها بالليا لزولها قبر النبي خاف واحد شفطولها وإذا بزينب يهجمون عليها الهجم ويحرقون خامتها وتطلح حافية مو وتركض ببادة كربة لو خايفة وين بمجتمع ما بي لا يهود ولا نصارى وليس فيهم يهود ولا نصارى إلا كلهم ناس يقولون لا إله لله محمد رزول الله وهي زينب بنت رسول الله وطلعت خايفة هذا الشيء لمأثرني يعني متألم وهي طلعت والدور بذكر الرواب والصيح سلام الله عليها حبيبي يا حسين نور عين يا حسين بذاك الوادي والصدران عليها وذولا يصيحون أحرقوا خيام الله ابن سعد يصيح أحرقوا خيام الظالمين نعم ويهجمون ذك الهجمة وتضع زينب خايفة سلام الله عليها وقائلهم يصيحوا يعني الأشياء اللي أنا متأثر بها وهي تخاطب الحسين سلام الله عليه نور عيني يا حسين أو هي وقفت على التل ووضعت يدها على رأسها وصعد الرصيحات حسين إن كنت حيا فانهض بسيفك ورد القوم أنا رحلك وأن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله وبالما كان هذا حقيقة أنعى تقول سمعت يون وتقربت لي هذا طبعا تكون ترجموها عدل لأنها على فضائي إنجليزية سمعت يون وتقربت لي آني حققا يقل لك الجرح بعضا يعوفي يا خويا بس جرح لبقل وعنشع لي قولك يا تلف وتسعمية جرح بي ما هو جرح واحد وداوي اشدا يا جرح يا جرح خلي اشدا يا جرح يا جرح خلي يقل 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 جرح بعضا يعوفي اخويا يا اخو يا اخويا كل جرح بعضا يعوفي بس جرح لبقل وعنشع لي عينت علي ايه ومعصبت يخت زين شدي على كيف تزين بلاد الاسمي اشتركوا في القناة